فكر هو بينه وبين نفسه بشا عند الوليدة الوليدة هي خبازة عندها فران وصرا بسيطة على كل حال الاخيره دق الباب الحاجة وجدها يالسكت في الحيدوزة حاط المسائل باش توجد الرفيسة وكذا وعنده واحد البيبية اضافية محتوى طبقة حية المهم اتدخل الحاجة كدير الاباس انا كنت دايز من هنا وغيرت نشوف كيك كل شي بخير الاباس واجدب بالله عليك هذك الفلس دي الولدك دي الحسان قلت له ما له ايش دار قل الله ما درواله ولكن واجدب هذي دار تسكنوا فيها دار سفليه وكاية اشي ما اقول وانا قلت له قلت له نعطيه جوج قطع ارضية من البان هامة والله ما انت راجع فينا عطيه جوج دي القطع ارضية ونساعدوا على البني باش تديروا دار كبيرة مزيانة ممتازة وكذا دوي معاها دوي معاها لله رضي لي عقله شوية رضي لي عقله لانا هذي شي شده الى اخير المهمة الاساليب كلما ادت في النتجة غادي تجي المواجهة هذي الى 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 واشنو قلت لي ان الوليد اهدته هذك الى اعطته ذك البيبي قلت له جيتي جيتي هذي ماشي دخلتك هاك هذي الحاجة قلت له والله هتتاخده وهاذ البيبيو غادي السيارة دياله اههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه من البداية طفولتك في مدينة بن حمد العمق الصوفي لهذه المدينة توقفنا عند العلوى العيطة أو الساكنهية الخيراتك المبكر في العمل السياسي أواخر السبعينات أنت واحد من سؤولي الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية في مدينة بن حمد رغم سنك المبكر قلت أن في الحلقة السابقة اشتي الأحداث الإضراب بالتعليم والصحف أبريل 1979 كما ستعيش أحداث 20 يونيو 1981 هذا الاشتباك الذي تكلمتي عليه في العلاقة مع السلطة وتحديدا باشا المدينة كيف كانت هذه العلاقة مع باشا المدينة؟ باشا الله يرحمه السيب شعيب بن تهامي وهو ابن إقليم السستات وكان كيف ما كان عارفه كان يعني موظف بسيط صغير في جماعة وكان في الخنفرة وكان في ثلاثة الأولاد في مرحلة من المراحلين إلى آخره ومن بعد ولا قيد وتعين كقيد حضري في مدينة بن حمد اللي بعد كي تسمى باشا المدينة وهذا الفكرة دي اللي باشا ديال المدينة في الدين دياله تضخمت بواحد الشكل اللي يعني يقوله فيها واحد الممارسة للسلطة الإدارية السلطة الترابية اليومية في مدينة بن حمد بن حمد مطبوع الطابع القروي إلى آخره ما لم يتغير معناه هو مركز المدينة هو مركز المدينة ومركز القبائل ديالن حمد النظار يعني تلك العشاش وملال لا لا الباشا هو مركز السلطة ومركز الحياة ولكن طابع المدينة هو مدينة صغيرة مطبوع الطابع قروي الدهنيات العلاقات الاجتماعية البنية المصاهرة بنية العلاقات العائلية إلى آخره مفروض أن رجل السلطة يتصرف حسب الواقع الذي يدبره ويشرف عليه لكن بدل ما يكون جزء من الحل ومن الحلول ومن الاقتراحات اللي ممكن تقدم المدينة وتحل المشاكل إلى آخره كان جزءا من المشاكل جزء من المشكلة هو شخص كشخص في تصرفه كيمكن اللي يخرج من المكتب والناس دير ينصف بغين يشوفه كيمكن يخلق عشرات المشاكل يعني معاهدك الصف اللي وقف باش يدخل عنده ويقضي لي مصالح دياله فأحرى مع حياة اليومية ديالناس فأحرى مع الشباب مع متطلبات ديال الحياة اليومية في المدينة بأبعادها المختلفة والأدهى مع القوى السياسية مع حزب سياسي تحديدا اللي هو معارض تحت الاشتراكي بشبيب دياله بنقابات الموازية ليه إلى آخره فكان يعني بالضرورة رجل ديال الصدام ولكن قلت لي في السابق أنه كان يحاول استمالتك خاصة علاقته مع الوالداء صح صحيح اللي هو بالنسبة له يستامل واحد في المعارضة بسألها بسيطة جدا وسهلة جدا وبالتالي حاول يعني الإغراء متعدد إلى آخره شو أشنك يجل عند الوالداء في فرنها؟ بعض المرات كان بغين ندخل على مسألتهم هنا يكون صف يقول لا تفضل المكتب كان نقول له لا تدخل الناس أماني ما نقدرش لا 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 بحال هذه العمليات بحال هذه الأشياء في الزنق نكون دايز بسيارته يوقف سيارة وينزل من السيارة بحال هذه العمليات إلى آخره الأشياء كلها لم تؤدي إلى أي نتيجة في النهاية فكر هو بينه وبين نفسه مش عند الوالداء الوالداء خبازة عندها فران وصابها بسيطة على كل حال إلى آخره ضق الباب الحاجة وجدها قال سكت في الحيدوزة حط المسائل باش توجد الرفيسة وكذا وعنده واحد البيبيا إضافية محطة وطبقة حية المهم أتدخل الحاجة كدير الأباس أنا كنت دايز من هنا وغيرت نشوف كدير كل شي بخير الأباس واجدب بالله عليك هذك الفلس دي الوالدك دي الحسان قلت له ما له يجدار قال له ما درواله ولكن واجدب هذي دار تسكنوا فيها دار سفليه وكاية اشي ما أقول وانا قلت له قلت له نعطيه جوج قطع أرضية من البان هامة والله ما تراجع فينا اعطيه جوج دي القطع أرضية ونساعده على الابني باش تديروا دار كبيرة مزيانة ممتازة وكذا دوي معاه رضي لي عقله شوية لأن هذا الشيش هذا المهمة الأسالي كلما أدت في النتيجة غادي تجي المواجهة هذي قلت لي أن الوالد أهدته أعطيته ذاك البيبي قلت له جيتي جيتي هذي ماشي دخلتك هكذا البيبي لها الحاجة قلت لي والله تتأخذه وهذا البيبي وغادي السيارة دياله ولكن ولكن جميع الأحوال في المدينة الصغيرة هذي كمان فيه قرب هاد السلطة الشارسة المتسلطة طبيعته هو طبيعته بشيراج المنفتح بشيراج المتسامح على عكس أسرته الصغيرة أنا كان عرف الحاجة زوجته تعرفت عليها فيما بعد مني خرج للتقاعد وكذا والولد دياله حميب بنت هامي لذا ممن مستخدمي أحد الأبناء كما قيل لي في الضار بيضة الله يعمرها ضعر زوجته كانت محترمة جدا وراقعة على عكس العقلية والدهنية دياله فلما خرج بين القوسين هذي خرج من التقاعد ونا صحفي في جريدة تحت شركي في الضار بيضة كان معنا زميننا وآخونا مصور مصطفى النعيمي هو من المصورين الصحفيين الفوتوغرافيين المقتدرين قال لي دائما كان بشي عند السيب شعيب بنت هامي تكلي فين قال لي رساكن في آنفة الضار دياله ودك شيء ومن اللي كان بنت كان يبني الفيلة دياله ودك شيء إلى آخره وزوج شو كتصورك دائما كتقول يخسين شوف داروري نشوفه داروري نتعرف عليه لا اتمنى كل صورة ما عندي مشكلة نمشي وفعلا واحد النهاردة معي موعيد ومشيت دارت بسكينا آتاي والقحوة واستقبال وحد ذلك هذا هو كين وجه داره إلى آخره وسلمته ليه وبدينك نديره ذكريات على بن احمد يعني هو هو اللي كان اعتقلني وكان سبب الاعتقال في واحد لمحنا إلى آخره ولكن كان قلب أبيض متسامح مع الله يرحمه على كل حال كنت تكلمه وأذكر أنه ذكر لي يقول لي يا ناس بنحمد عندكم ناس ممتازين وخيرين وأفاضل بنحمد مظاهبه في المنطقة ولكن كيل بياها قال لي يا كنكون قادس في المكتب ديالي تيجيك شي واحد كتسحب غايب غايش مصلاحة جايبه شي بيا بشي حاجة ما مخلص ما حعيناه باش يكون من البياعة ديال السلطة المحلية ومتعاملين وهذا والمخبيرين ديالها فلك يجيوا ناس بوفرة يجيوا يخبروه ورسلوه يجيبوا إخباريات ويجيبوا معطيات ويجيبوا أشياء على بعضهم البعض إلى آخره المهم تكلمنا وأذكر أيضا لما تعينت الحكومة برئاسة الاستدعاد الرحمن اليو سفي الله يرحمه وأنا مدير مكتب جريد الاتحاج تركي في الرباط نهارته جد خلقت لي واحد السيد بغي يشوف كاتبة يتفضل دخل هو جاء من الدار بيضاء جاء عندي المكتب الجريد بشي سول في الدار بيضاء قال لي لا راه في الرباط نبقاش في الدار بيضاء وجاء عندي ودخلوا هاز ميلف كان موعود من طرف الإدارة الترابية مستوى مركزي أنه من اللي يخرج تقاعد غادي نعطيه شي قريمة لم يتوصل بشيء فقط وعود تلو الوعود فهو لما شاف أنها حكومة يرأسها الفتحة الاشتراكية عبد الرحمن اليوسفي قال يجي عندي باش نمشين قلو دير رسالة للسيد الوزير الأول وهذا ويندير لازم فعلا دك الدوسي جمعته مع رسالة اللي دارها كتبها ووقها الى آخره ورسلتها للمصالح دي الاستدسة عبد الرحمن اليوسفي لكن لم يتحق شيء احنا في أواخر التسعينات طبعا هذه مرحلة سبعينيات لا زيارته لك طبعا اواخر تسعينيات وحنا عشية المصالحة الوطنية الكبرى شنو؟ هذه مصالحة ايضا تسمت عن المستوى الفرضي والمحلي؟ ربما طبيعتي انا ايضا طبيعتي ايضا انني يعني لا احقد على احد ولا اكن اي ضغينة ولا كره لأي احد اختلف مثلما يختلف الناس مع بعضهم البعض اختلف مع مع الاخرين ويختلفون معي واحترم هذه الاختلافات واعتبر ان الاختلاف يعني رحمة كما يقول علماء الاسلام الاختلاف رحمة ورغم انه اساء الي هذا الرجل مسؤول كثيرا لكن لم اكن له ولا لغيره لانك اعتبر ان الشاعر الشاعر الحقيقي الشاعر لكي يكون شاعرا حقيا لا يمكن ان يكره اعتقالك شنو تسبب فيه هو بشكل مباشر؟ لا اعتقال تم في دار الشباب في اي سنة بالضبط؟ في اليوز 79 اه اذا بعد الاضرابات ديال تعليم السحر؟ مو باشرة من بعد من اللي انفالت لان احكيتي انه في الحلقة السابقة كيف انك هربتي من السقافة؟ تارولي ومسطوحة ومشيت لدار اختي وجابوا جيال جيبات وعبسوا الزنقة من هنا ومن هنا ويضقوا الباب على الاخت ديالي العيدية الله يرحمها قلت ليم نوصيت هاداك شي دقوا نعامسي قلها الجدر مياه قل ليش بايته؟ قل لي الحسن؟ قل لي ما عندي الحسن؟ قل ليه وحلي ندخله قل ليه يجيب ورقة ديال الوكيل المالك ووكيل الدولة يوم ما كان قوله ووكيل الدولة وجيوا دخله ومشى وعود رجعه ودقوا ثاني وحلي احنا جبنا الورقة الى اخير قل لي ما كنش قل لي الله قالوا انها باقي تماما مخرش طبعا كان واحد طلعت الاصطاح وجيت واحد جهة كين الشهري ديال البناية فيه الخشب وفي ذكش ديال المواد ودرت واحد جوج ديال البريكات فوق واحد صباغة بحل زم طلعت تما ونقصت ومشيت ومشيت الجهة الأخرى المعاكدة طلعت في اسطاح كين بحل استرات ديال البني ونقصت في اسطاح المجاور ديال الجيران وباشوا إليه يجيوا الجدرمي يطلعوا ويطلوا يسيبوني في السطح فنزلت في الدروش دياله كل الناس ديال الجيران ووصيتك لها مرة إليه جاء وقالك ورقة حلي وخليم يدخول يقلبوا بتينيه يقول لي ما هو ما كنته حاجة خليم يقلبوا فعلا جاءت حلت عليهم بدخلوك يقلبوا وبعد طلعوا للسطح وياهم معاهم قلبوا ثمه طلوا في الجافرة أنا يا نزلت في الدروش البيب ديال موالي الناس كنا مسدود ديال الدروش أنا قلت فيه وحد الوقت حلت البنت اسمي تناعيمة بنت هذوك الجيران حلت تخلعت ورجعت كجري دخلت وبهاجة عندي اسمي تولد ضاوي يا رجل بناي بصير ومحترع ويعرفك في المدينة ويعرفني جدا ويعرف المنادي السياسي يعرفني ويعرف مواقفي ويعرف كل شيء وعائلتي وإلى آخر وجار ديالختي يعني الجار الفرق بينهم عير الجدار حي تدخل خرج بينات الديور وبين الناس وتتحرف المناس واشنو كان التعابل ديالو؟ فدخلني وسد الباب وسيد دخل دخل دخلني الدار ديالو البيت كينمو قال سين كيتغداو وعندوش عيالات كان مزوج بزهرة وشامة الله يتكونوا بخير وبعض البنيتات وليدة صغار كينش ولادو الكبار ما عديش فيني يدخل الله يدخل ديالو والله هتتاكل هو فاهم القصة؟ فاهم أنك ركب متابعة؟ فاهم جدرمية لين الدنيا عامرا راك تلاف والاربعالف ديال الباشار ركتك عرف المدينة كيف شمالك يوقع الجدرمية واقفين من راس الزمقاء والجدرمية من هنا ججيبات وملكتنا في السطح كتبالي واحد العمالة ديال دار هيلال بشجيال الخرا فوق من البنية يبنيو شي حاجة في السطح ومشنا هو يقول لي بلس بأيب إشارات راهم كينين هاهم كذا الى آخرة ناس بوسطة مبامنين معي الى آخرة ففي النهاية قل استمعاهم وهذي كي هو يستفسر نشنوا واقع يودي هكيين كين إضرابات وكانت كذا الى آخرة وكانوا بغي يشدوني في أبريل ما جابش الله ذا باك يعود يصرفوا الحكاية بطريقة هو على اي مبارا هذا الاحداث هذي في شهر يوليوز تسعوذ وسبعين لا هذا القصة اللي حكيتين ايضا في يوليوز لا 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 هذي في أبريل أبريل يعني جيت من سطاط لبن أحمد في أبريل إذا فلت من هذي الاعتقال وفين مشيتي خرجت في الليل في الليل في الليل خرجت من دار اختي ومشيت للخلاء يعني الحاشي ديال المدينة وبقيت غادي من منطقة فارغة 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 طلعت الحي الدشرة في الجهة الشرقية ديال المدينة هنا اختي تماية أخت أخرى أخت أخرى اللي هي غير شقيقة هي أخت الأخ ديالي أخ ديالي في قيس محمد الله رحمه الشافعي هو أخي من غير شقيق من أمي هذي اخته من أبريل فخلت عند الدار قضيت يومين مكعرفوش أنا أختي مكعرفت تاوح قضيت تم يومين ومن بعد الزوج ديال الختي هذي العيدية الجزار جاب صديق دياله بطنوبيل بجو ودانيال الدار بيلا عند الأخت ديالي أيضا في حي سيدي مومين إذن تم تهريبوك تم تهريب ديالي باش ما نعطيه مش فرصة لأنه قلت باغين الخدماء كوت 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 وخلال هاد المرحلة انقطع سيع الدراسة انقطع الدراسة حوالي 15 يوم من بعد مشيت درجة هادا طبية اللي ملقاش المتابعة على التشيحة ونزلت للسطات كاته الميد باش للتحق بالتانوية بن عباد باش نتابع دراستي لما وصلت بما أن المدير عبدالوهاب بن عزوز موقفوه وهو من الموقوفين من رجال التعليم الذين تم توقيفه نعم حكيتها انت طبعا في حلقة سابقة فجابوه اسمي طغالة كان موظف في النيابة ديال التعليم وعينوه مدير بالنيابة تتحل المشكلة هذا الرجل هو اللي رسالي رسالة ديال الطرد لقد تم التشطيب عليك من لائحة كده وفصلني عن التعليم وهذا الرجل الذي يعني لا يمكن ان تصفه بشيء لانه كان رجلا سيئا حتى في سلوكه في تصرفاته وماذا حصل فيما بعد اخته فسمائة فيما بعد يعني الذي يبيني معه وكانت معي الواليدة وكان مح favourite سيد جارنا صديقنا و تقريبا من أقرباء ومقربين لعائلة مشينا عندها السيد قال لك ما نقبل لك وكذا وما الحل قال له ولكن لازم نحل ما يمكن شيء يخصي حل لشن المشكيل قال له وغادي بشي والأمر ماشي فيد نحنا فيد الداخلية سيروا عند الباشا فمشينا عند الباشا ديال ستات كان اسميته الزرهوني الباشا الزرهوني دخل عنده دوينا مع السيد اولا والده وقفه وقفه قال لي يا والدي في كنتي اللي كنت مريض وقال لي قول كنتي مشغول اولدي شوف بقي صغير صير تقرأ من اللي تكبر وتقرأ ودير الدكتورة ان شاء الله ودك شي كون شيوعي ولا كون ماجوسي ولا كون اللي بغيته هادشي اللي كداد خرب يقرأ ما غايدك فين وصير القسم ديالك انا عيط انا خليك ندخل فالباشا ديال المدينة اللي عيط للمدير التنويش ندخل القسم الداخلي ديالي والتحقت بمتابعة دولة ديالك في سعود وسبعين يعني انا قلت في دار الشباب كان ندرك صبورة يعني ذيك اللوح اللي كان على القوة في الحيط صبورة الحيطية نعم صبورة الحيطية وكان قصص في الجرائيد وقصصات وهذا باش كان فيها شعر فيها اداف فيها اناها خيري اتوقف عليها الشيخ دين مديز بن حمد محمد بن البهلول معاد الله يا رحمه ما يغفر لنا ولا جاب الشرطة ديال جوات الشرطة من خريبها ضابط القضائية من البيجي واعتقلوني من دار الشباب نعدوني الخريبها وفي الثلاث ايام تماما قبل ما يجيبوني بالمنط مكبلاً وراكبين معايا بجورج ديال هاد السورطية دولي اعتقلوني من خريبها في الكار للبرشيد ونزلنا وخذينا الطاكسي من برشيد للسطات وقدموني للمحكمة الابتدائية باية تعتقال بوشاية كاذبة هذه التهمة ووشاية كاذبة انني كتبت على الباشا اه كتبت كمراسل للجريدة غير واقعية وذلك شي غير صحيح وكذا إلى آخره وفعلاً ودوني من المالي شاف من تخدست على النيابة العامة بشيت الاعتقال فعين عليه موماً دوست شحر كامل دهابوا الاياب للمحكمة كما تعرف وكانت مرافعات للعدة محامين كانت تكون من بينهم ناقيب سعد الله الشرقي استاد عبد الله الشرقي استاد محفوظ بالله محفوظ بالله استاد عمر الخيراوي واخوة آخرين ثم في لحظة أخرى غالي يجي استاد شكري ياسين اللي هو رئيس جمعية المواهب التربية الاجتماعية حيث تعطوني شهر في النهاية شهر موقوف التنفيذ اللي هو الشهر اللي يوزت كاملاً فاكتفوا بهذه المدة وعطوني شهر موقوف التنفيذ كحكم وتابعته الأمر في الاستيناف واستخلصت بفضل المحامين كانوا في المستوى البراءة لأنه كان كله كذب فيه كذب نعم شكراً جزيلاً لحسن نجبي الكاتب والشاعر والمناضي السياسي ويتوصل حوارنا معك في حلقة قادمة شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً